قام وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم محمد بحيبح ومعه مدير عامي مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي ومدير عامي مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة دكتور عوض مبارك سعد بوضع حجر الأساس لبناء أقسام الطوارئ والرقود والعيادات الخارجية وسكن الأطباء لمستشفى سيحوت الريفي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الربو منصر هادي ومحافظ محافظة المهرة محمد علي عثمان ومحمد علي ياسر معذرة وثمن الوزير بحيبح أثناء زيارته التفقدية لمديرية سيحوت جهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر واهتمامها بالقطاع الصحي من خلال اعتماد عدد من المشارع الصحية وإسهاماتها في تأهيل وتطوير أداء الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة وأكد بحيبح دعم الوزارة للقطاع الصحي وتذليل كافة الصعوبات أمامه من أجل تعزيز الخدمات الصحية في مختلف مديريات المحافظة وكذا بحث تعزيز حجم تدخلات المنظمات الدولية في القطاع الصحي لما من شأنه تحسين مستوى الخدمات الصحية مشددا على أهمية تكاتف الجهود خاصة في المرحلة الراهنة أشد وزير الصحابي جهود إدارة مكتب فرع الوزارة الرامية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين اشتركوا في القطاع الصحي